شكاوى المواطنين تتزايد مع تلاعب ميليشيا الحوثي بكشفات المساعدات الإنسانية وآخرها شكاوى المعلمين في مناطق سيطرة الميليشيا من التلاعب بالكشفات الخاصة بتوزيع المنحة المقدمة من السعودية والإمارات والمقدرة بنحو 70 مليون دولار في أمانة العاصمة يتهم معلمون الميليشيا بالتلاعب بالكشفات المالية حيث أسقطت أسماء نحو 3000 معلم ومعلمة وأدرجت بدلا عنهم من الموالين لها تكرر الأمر في مناطق أخرى ففي محافظة إب أسقطت الميليشيا معلمين وموجهين وإداريين من الكشفات المالية المتعلقة بالحافز بسبب مواقفهم المناوئة للميليشيا معلموا محافظة البيضاء هم الآخرون اتهموا منظمة اليونسيف بالتواطئ مع ميليشيا الحوثي بعد استبعادهم من كشفات المنحة المخصصة لهم تلاعبوا للميليشيات بالمساعدات الإنسانية واتهاموا لبعض المنظمات الدولية بالتواطئ معها واستبعادوا للحكومة الشرعية من آلية الصرف رغم إعلان الحكومة آنذاك أنها ستكون شركة في توزيع المنحة وقالت أنها أعدت كشفات بأسماء المعلمين المستحقين وسلمتها لليونسيف لكن المنظمة مضت في آليتها بعيدا عن الشرعية قريبة من الحوثيين هكذا تذهب المساعدات المقدمة من التحالف للمنظمات الإنسانية إلى مجهود حربي ودعم للميليشيا تحاول دول التحالف شراء صمت المنظمات الدولية بتسليمها مهاما صرف بعض المنح والبرامج الإنسانية بعيدا عن الحكومة الشرعية في صورة من صور الاستغلال للأزمة الإنسانية ما يضاعف معاناة المستحقين ويضاعف أرصدة الميليشيا